أستاذ محمد من اليوبية أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ونعمة الحمد لله أنا عايز أسألك إيه رأي الدين في واحد حرف أنا بغاتب الطلاق في المطلق كده ولا مين اللي حال في حضرتك لو حضرتك بتقول لي قل لي وعشان عشان أسألك لو في المطلق يعني مش هجاوب على أسئلة الطلاق في المطلق أنا بجاوب على أسئلة الطلاق في التعيين طيب بس عايز أقول لحضرتك حاجة حضرتك اللي قلت كده لأ ده واحد جارنا يا فندم وجار حضرتك سألك طيب حضرتك لما هو يسألك ما تجاوبش عليه بوس يا حاجة بوس يا حاجة محمد لما يسألك ما تجاوبش عليه ولما يسألك بقوله اسأل عمر الورداني أو اسأل او اسأل ضر الافتة او اسأل اي حد تاني فما هتخليه ما بلاش حكاية ان احنا نسأل بعض في الطلاق امر التاني هو لازم يسألني عشان يجاوب عليه لازم يسألني اولا اولا لما يقول عليها الطلاق احنا متأكدناش ان هو قال عليها الطلاق ولا قال اللفظ تاني هتقول لي لا هو قال لي كده ممكن حضرتك حتى لو اخطأت احنا بنتعامل مع شيء دقيق جدا بنتعامل مع اعراض بنتعامل مع بيوت فما ينفعش افتي في مسألة الطلاق لحد غير اللي طلق فحضرتك خليه اتصل وانا هجاوبه بكل وضوح نعم دي اول سؤال طيب السؤال التاني يلا تفضل يا حاجة محمد اخويا مش انت ارتبوا يا حامدم اتراك الله وخلي اخوك يصلي اه اخويا انا كنت اتراك عمر كنت اتراك حجي السنالي الحمد لله راح جامل قطعه للبطور وراع مجردي اي تاني كده اخويا يا فان بنت اه اللي انت اه قطعه حجي السنالي طيب وحن يلا عطل على البصور وضغيبنا وضغبنا بالكوبات يا فان قاله انت ملكش حج وانت مش مصري فهو قالك انت ملكش حج اه وعطعه للبطور ليه عشان انا منافق لا محدش 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 يقدر يقول لحد انت ملكش حج انت حجيت وان شاء الله حجك يكون مقبول اذا انت قديت الاركان والشروط وكان حجيت بمال حلال يبقى انت حجج ان شاء الله صحيح وليس هناك ما يجعل شخص يتقلع على الله ويقول لحد انت حجج مش مقبول نعم